موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي جميعا وأخواتي ورحمة الله وبركاته وصلنا في هذه الحلقة طبعا كان كلامنا في الحلقات الماضية حول الخروج من القبر وأن بعض الناس يخرجوا من قبورهم بغير أشكالهم أو له صفة أو علامة خاصة واحد طوق من حديده برقبته واحد مثلا منكس رأسه إلى الأسفل ورجله إلى الأعلى واحد عيونه مملوء من المسامير من مسامير محشوة من نار جهنم طبعا والبعض مثلا مولانا يخرجوا بشكل القرد والبعض بشكل الخنزير أجلكم الله هذه فصلناها في الحلقة الماضية بشكل مفصل والرواية قرأناها بشكل كامل على مسامئكم الشريفة لكن كما ذكرنا أعمال تهون على الإنسان سكرة الموت وعندنا أعمال تهون على الإنسان يوم القيامة وعندنا أعمال تهون على الإنسان وتنجي الإنسان من وحشة القبر البرزخ أيضا عندنا أعمال وأسباب وبعض الصفات مولانا يعملها الإنسان تنجي الإنسان من هول الخروج من القبر لأن هذا الخروج من القبر من أشد الساعات على بني آدم كما ذكرنا من تبعظي من أشد الساعات الساعة التي يعين فيها ملك الموت والساعة التي يخرج من قبره والساعة التي يقب بين يدي الله هي ثلث الساعات على بني آدم شديدة جدا شديدة أكو أعمال تنجي الإنسان تنجي الإنسان من أهوال الخروج من القبر ما هذه الأعمال؟ أسمع مولانا الكريم الأولى أول شيء تشييع الجنائز تشييع الجنائز ينجي الإنسان طبعا تشييع الجنائز له ما له من الأجر والثواب تشييع الجنازة فيه ما فيه من الأجر والثواب طبعا بشرطها وشروطها لا بد من مراعاة تشييع الجنائز الجنازة تحتاج إلى مراعاة لا بد أن تراعى مولانا من شيع جنازة بد أن ترجع إلى أهلها إلى الناس وإلى الله ما يغفر للإنسان بهذه السهلة والبساطة لا مولانا فتشييع الجنازة وتشييع الجنائز يكون سبب لأن ينجي الإنسان من الخروج من قبره يحون عليه أو ينجيه من الوحشة من الهاول من الخوف الرواية هكذا الرواية أن من شيع جنازة من شيع جنازة وكل الله تعالى به ملائكة معهم رايات يشيعونه من قبره إلى محشره كما شيع الناس الملائكة تشيعوا هذا الرجل إذا خرج من قبره تشيعه ملائكة وبيدهم رايات من قبره إلى محشره إلى مكان الحاشر أول مورد مما ينجي الإنسان تشيع الجناز الثاني مولانا نعم الثاني تنفيس كربة المؤمن من فرج هم وغم وكربة مؤمن وهو طيح في مشكلة في هم في غام عند حاجة أنت تستطيع أن تفرج عنه تستطيع أن تنفس عنه مولانا إذا نفست عن المؤمن فرجت عن المؤمن قضيت حاجة المؤمن الله سبحانه وتعالى يهون عليك وينجيك من الخروج ومن هول الخروج من القبر الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق يقول كل شو رواية جميلة من نفس عن مؤمن كربه من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه كربة أو كربة الآخرة وخرج من قبره ثلج الفؤاد يطلع من قبره حال كونه هاي ثلج الفؤاد حال منصوبة زين حال كونه ثلج الفؤاد قلبه فؤاد الثلج مرتاح ما بأي خوف لأن الخائف قلبه حار يضرب يضرب بشدة هذا يخرج وهو مطمئن مستقر القلب والبال يطلع ثلج الفؤاد واذا مولانا هذا الذي يفرج عن كربة المؤمن هايش قصارا مولانا اثنين الثالث ادخال السرور على المؤمن يفرح لمؤمن يفرح مؤمنة مولانا يفرح أطفال يتامة بالأخص في هذه الأيام أيام العيد الجاية مولانا أيام عيد أكو يتامة ما عدوا ملابس أكو ناس فقراء ما عدوا ملابس يلبسوا ملابس عتيقة ويطلعون للناس خطية أطفال أطفال والطفل مولانا يعني هذه أنا أقولها يعني عن صدق وعن إخلاص والله لأن إما أنا رأيت وإما أن جربت يوم العيد الطفل يوم العيد عيد الفطر الطفل إذا ما عدوا ملابس جديدة يخرج إلى أصدقائه وهو خجل خجلان يستحي يطلع يقولها يما أنا ما أطلع أنا ما أطلع لأن ما عدي ملابس جديدة يما لأن كل الأطفال عدوا ملابس أنا ما عندي ملابس جديدة فينكسر خاطر الطفل بالأخص إذا كان يتيم وإذا كان يتيم وفقير ما عنده شيء ينكسر خاطره ينكسر قلبه ينكسر قلبه فإذا أنت قمت أيها اللي رزقك الله أنت الله رازقك الله منعم عليك وإن شكرتم لأزيدنكم تقوم تتصدق تعطي من المال كما تعطي أطفالك أعطي أطفال اليتامة كما تريح أطفالك أعطي الراحة إلى اليتامة إذا استطعت إذا تستطيع ادخل السرور في قلب المؤمن ادخل السرور في قلب اليتامة والأرامل واضح مولانا ادخال السرور الله سبحانه وتعالى ينجيك من هول الخروج من القبر الإمام الصادق عليه السلام رواية طويلة في خبر طويل الإمام الصادق عليه السلام يذكره ويؤكد على ذلك شيء يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا بعث الله المؤمنة من قبره خرج معه مثال من قبره يقدمه أمامه شلون؟ أي واضحة بعد مولانا الكريم أنا في قبل كم حلقة ذكرنا على أن بعض الأعمار تتجسد بعض الأعمار تتجسد سورة الرحمن تتجسد قراءة سورة الرحمن القارعة ياسين هذه مولانا تتجسد سورة العاصر تتجسد بعض الذنوب وبعض الحسنات والسيئات ما يفرق بعض السيئات كذلك الشتم والسبية تجسد يصير حياته عقارب حياته عقارب تلدغ الإنسان حية في كل لحظة تنهش الإنسان واضح مولانا من جملة ما يتمثل بشكل ملك وملاك ومثال جميل يقدم الإنسان أمامه كأنه يمشي الإنسان ما يندل طريقة يخاف يطيح في حفرة يخاف يطيح في مكان يخاف أن يزلك أن يسقط في مكان مولانا أن ترتجف يده أو رجله هذا المثال الذي أمامه يفرج عنه يواضب عليه لا يطيح دلي الطريق قل له لا لا تمشي منا أمشي منا أمشي منا يدلي الطريق حتى يوصله إلى الجنة يوصله إلى الجنة واضح مولانا هذا المثال من؟ خلنا نشوف الله الإمام الصادق شي يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال من قبره يطلع وياه هذا المثال كل نور يقدمه أمامه وكلما رأى المؤمن هولا المؤمن إذا شاف هول من أهوال يوم القيامة قال له المثال لا تحزن ولا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله وإنما يوصل إلى هول يقول لا تحزن لا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله حتى يقف بين يدي الله جل جلاله له فيحاسبه حسابا يسيرة مو عسيرة يسيرة حسابا سهلا حسابا يسيرة ويؤمر به إلى الجنة قال أبوه يتفضل روح للجنة ها والمثال أمامه المثال وياه هذا النور وياه زيان فيقول له المؤمن رحمك الله نعم الخارج يعني أنت اللي طلعت وياي نعم الخارج معي من القبر نعم الخارج كنت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة حتى رأيت ذلك فمن أنت أنت من أيها المثال الجميل أيها النور من أنت فيقول له المثال أنا السرور شو تجسيد الأعمال شوف زيان أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن خلقني الله منه لأبشرك مثل ما بشرت المؤمن مثل ما أدخلت السرور في قلب المؤمن في قلب اليتيم في قلب الفقير الله سبحانه وتعالى يخلغ لك هذا المثال يدخل السرور والبشرى والكرامة في قلبك يقول لك أبشر بالسرور وبالكرامة حتى يدخلك الجنة مولانا واضح؟ إذن هذا الثالث الثالث إدخال السرور على المؤمن الرابع كسوة المؤمن وهذه ذكرناها ملابس للمؤمنين للفقراء يقول الإمام الصادق من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة أي الرواية ذكرناها في باب ما يهون سكرة الموت إذا تذكرون مولانا إذا تتابعون المحاضرة وأنتم من المتابعين أكيد ولك الأجر والثواب جلوسك جلوسك وأنت تشاهد هذه الشاشة المباركة زين وأنت تشاهد هذه الشاشة جلوسك هي جلوس في حسينية لأن هذه الشاشات بمنزلة حسينية في كل بيت تسمع المحاضرة هذه المحاضرة وأنت تجلس تستفيد منها المجالس شنا حبيبي المجالس مدارس فإذا جلست الجلوس في مجلس العلمي ساعة الإمام الصادق أفضل عند الله من ختمة القرآن 12 ألف مرة وأفضل عند الله من تشيع ألف جنازة وأفضل عند الله من عيادة ألف مريض هذا جلوسك التمتابع المحاضرة هذه الرواية ذكرناها فيما يهون على الإنسان سكرة الموت لأنهم تهون على الإنسان سكرة الموت وهم مولانا تؤمنه من هولي وفزع الخروج من القابر شي يقول الإمام الصادق عليه السلام من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرة الملائكة بشرة وهو قول الله عز وجل في كتابه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الملائكة تبشره تبشره بالسرور والكرامة والجنة والرحمة والغفران من الله جل وعلا هذه أربعة مما تنجي الإنسان من هولي وفزع الخروج من القبر بعد الخامسة المورد الخامس أكو ذكر ذكر من الأذكار قصير يقرون في شهر شعبان مولانا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه ورسلم في شهر شعبان يقرون ألف مرة مو شرط أن تقرأ كل يوم ألف مرة كل يوم يوم لا تقرأ خلال شهر شعبان ألف مرة هس تتوزع أنت مثلا يوم تقرأ مية يوم تقرأ ميتين يوم تقرأ عشرة يوم تقرأ ثلثمية الأمر راجع إلك ألف مرة في شهر شعبان رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول من قال في شهر شعبان ألف مرة شنو هذا الدعاء وهذا الذكر شوف الذكر هو هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لغ الدين ولو كره المشركون هذا الذكر تقرأ ألف مرة في شهر شعبان لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون يقول رسول الله من قرأ هذا الذكر في شهر شعبان ألف مرة كتب الله له عبادة ألف سنة الله طبعا عبادة مستحبة ليس عبادة واجبة العبادة الواجبة لا يسدها شيء زين كتب الله له عبادة ألف سنة ومحى عنه ذنوب ألف سنة طبعا بشرطها وشروطها ويخرج من قبره يوم القيامة ووجهه يضيء كالقمر في الليلة الرابعة عشر ويكتب من الصديقين الله يطيء عبادة ألف سنة ويمحو منه أو عنه ألف ذنب أو ذنوب ألف سنة مولانا ويخرج من قبره يوم القيامة ووجهه كل نور كالقمر في الليلة الرابعة عشر ويكتب من الصديقين هذا شنو مولانا المورد الخامس هذا الذكر ألف مرة تقرأه في شهر شعبان بعد مولانا من الأمور التي تهون على الإنسان وتنجي الإنسان من هولي الخروج من القبر مولانا قراءة دعاء جوشا كبير قراءة دعاء جوشا كبير بالأخص في شهر رمضان وبالأخص من أول شهر رمضان ينجي الإنسان من هولي القيامة مولانا ومن هولي الخروج من القبر هذا مولاي الكريم بالنسبة إلى الخروج من القبر تخرج الناس هنا خرج الإنسان من قبره يدخل في يوم القيامة لما يدخل في يوم القيامة يوم القيامة تحتاج بها منازل بها مراحل يمر عليها الإنسان مراحل كثيرة من جملة المراحل الميزان الحساب مثلا تطائر الكتب مثلا بعد مولانا عندك الصراط هذه كلها مراحل يمر عليها الإنسان مراحل يمر عليها الإنسان منازل يمر عليها الإنسان يوم القيامة أنا سأتطرق لك إياها إن شاء الله بشكل مفصل أول مرحلة وأول منزل يمر عليه بني آدم إذا خرج من قبره يطلع من قبره يتقل في ساحة المحشر أول موقف أول منزل أول مرحلة مولانا الميزان الميزان توزن الحسنات والسيئات هذا الميزان شنه ميزان حقيقي له كفتان كفة مننا أو كفة مننا بعض العلماء يقول له كفتان كفة مننا أو كفة مننا توزن أعمال العباد أعمال العباد تتجسد يشير بها جسد يشير بها وزن الصلاة يشير بها وزن مثلا الكذب يشير بها وزن مننا الحسنات والسيئات واضح مولانا يشير بها أوزان هذا الرأي الثاني قال له الميزان مو هذا الميزان الحقيقي اللي يكفت مو هذا وإنما الميزان هو العدل الإلهي هو العدل الإلهي كل ما وافق عدل الله فهذا من الحسنات وكل ما خالف عدل الله هذا من السيئات واضح مرانا هذا بالنسبة إلى المعنى الثاني الميزان البعض يقول له أهل البيت هم الميزان فمن ثقلت موازينه موازين جمعوا الميزان كل واحد من أهل البيت ميزان الإمام علي الإمام الحسن إلى آخر مولان ولهذا الإمام علي عليه السلام شي يقول أنا ميزان شوف ميزان الأعمال أنا ميزان علي ميزان الأعمال توزن الأعمال بعلي بن أبي طالب من أحب علي بن أبي طالب من الحسنات من أبغض علي بن أبي طالب من السيئات علي قسيم الجنة والنار الشافعي يقول علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن الميزان خلق قرأ لك أنا آية بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يعني يكفرون بدل أن يصدقوا يكفروا بآيات الله جل جل وعلا هذه آية آية ثانية في سورة القارعة القارعة ما القارعة التي تقرع قرعا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن يعني القطن الملون المتطاير هذا الجبال شايف القطن شلون يطاير مولانا هيشي كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إذن الميزان الميزان أول مرحلة يمر عليها الإنسان لكن ما الذي يثقل الميزان أكو أعمار تثقل الميزان وأكو أعمار تخف الميزان الأعمال التي تثقل الميزان سأذكرها لكم إن شاء الله في الحلقة الآتية بحول الله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة